قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت مساعداتاً بقيمة مليارين ونصف المليار دولار أمريكي للمملكة الأردنية بهدف التخفيف من حدة أزمتها الاقتصادية عقب قمة رباعية في مكة جمعت قادة الدول الثلاث والعاهلة الأردني الملك عبدالله الثاني وجاء في البيان الختامي للقمة أن ذلك المبلغ سيتمثل كوديعة في البنك المركز الأردني وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية